لطالما شكلت إيران مصدر قلق لجيرانها من خلال تدخلاتها المباشرة وغير المباشرة واستخدامها لأذرعها المنتشرة هنا وهناك لسيما في العراق واليمن وسوريا ولبنان تدعم جهة وتقاتل أخرى تتاجر بالقضية الفلسطينية وأسست فيلق القدس الذي لم يطلق رصاصة واحدة صوب إسرائيل وقتل قائده قاسم سليمان في بغداد وليس في فلسطين في الذكرى الثانية لمقتل سليماني وهو واحد من أهم المسؤولين عن عشرات المجازر لاسيما في العراق استفزت تصريحات للقيادي في حركة حماس محمود الزهار الذي وصف من فرح لهذا الاغتيال بالشواذ في تأريخ هذه الأمة الشهيد قاسم سليماني الذي اغتالته آلة الصهونية المسيحية وفرح لذلك الاغتيال الشواذ في تاريخ هذه الأمة وهي ليست المرة الأولى التي يطلق فيها قادة من حركة حماس تصريحات تشيد بإيران وقادتها فقد وصف إسماعيل هنية سليماني بأنه شهيد القدس إنه إذن شهيد القدس شهيد القدس وتفاخر يحيى السنوار بعلاقات في غاية القوة والمتان مع إيران سوريون وعراقيون ولبنانيون ويمنيون أشاروا إلى أن تلك التصريحات هي الشاذة فإن سليماني هو من قتل وعذب وشرد هذه الشعوب وفي الوقت الذي يثني فيه قادة حماس والجهاد الإسلامي على ضباط الحرس الثوري اتهمت ابنة الرئيس الإيراني السابق رفسانجاني فائز رفسانجاني النظام الإيراني بأنه قتل من المسلمين أكثر مما قتلت إسرائيل المسلمون لسيما الشعوب العربية منهم يعرفون جيدا أن إيران تسعى دائما لتعزيز نفوذها المذهبي والسياسي والعسكري في دول المنطقة ولن يبيض صحائفها السود دعمها لبعض فصائل المقاومة وهي لا تخفي عداءها بل تختنص أي فرصة للتوسع فما زالت تحتل الأحواز العربية وتتمدد في دول المنطقة ولا تتردد في إعانة الدول الغازية كما حصل في احتلال أمريكا لأفغانستان والعراق وقنوات التفاهم والتعاون بين إيران والكيان الصيوني أكثر من أن تعد فهما وجهان لعملة واحدة